بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد طاعة الكفار أيها الإخوة في معصية الله طاعة الكفار في معصية الله كفرا ونفاقه والعياذ بالله تعالى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا الله ورسوله إن تطيعوا الذين كفروا بكل أنواع الطاعة أي كان نوعها إذا كان فيها مخالفة لأمر الله وإن تطيعوا الذين كفروا أي نوع من الكفار سواء كانوا كفار صلحاء أو منافقين يحملون أفكار الكفر ليغرسوها في المجتمع الإسلامي إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمان يعني يردوكم على أعقابكم هذه أي أخرى يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين تعودوا خاسرين خاسرين ماذا؟ خاسرين الدنيا لأنكم قد وضعتم أنفسكم في مركز الظل والهوى لهؤلاء الكفار فقطعتموهم وخضعتم لأوامرهم وخضعتم لأفكارهم فأنتم في ذل وخضوع وخسرتم دنياكم لأنهم يتسلطون عليكم ويحصلون مصالحهم فيكم وهكذا نرى الكفار في كثير من البلدان الإسلامية عندما يتسلطون على المؤمنين ولا يتحرر المؤمنون منهم تستغل الجماعة المؤمنة من قبل مالها ومن قبل شخصيتها ومن قبل دينها يحرمون في الجيش كان يمنع من الصلاة يمنع وقد يقول قائل كما قال أحد الكبار نحن لا نمنع من الصلاة كذب ذهب أخي مرات ومرات وراجعهم ويأتي الناس ويشتكون أنهم يبدعوننا من الصلاة لماذا؟ هل تضايقهم الصلاة لله؟ نعم تضايقهم كلمة الله أكبر فكيف بالصلاة؟ لأنهم يزعمون أنهم هم لهم الكبرياء في الأرض ليتسلطوا على المؤمنين خسئوا إن الله تبارك وتعالى سيعين المؤمنين على أن يتحرروا من ظل ومن خضوع لأي كافر ولأي منافق فتنقلبوا خاسرين بل الله بل الإضراب يعني لا يمكن أن يحصل منكم ذلك بل الله مولاكم اطلبوا النصر من الله وتولوا ربكم أي أطيعوه وكونوا معه وكونوا موالين له متبعين لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ينصركم كما جاء في الآية الأخرى إن تنصروا الله ينصركم بل الله مولاكم أن يتولاكم إذا أطعتموه وهو خير الناصرين هو الذي ينصركم ويهيئ لكم أسباب النصر وإن منع الغرب أو الشرق العدة حتى تدافع عن أنفسكم وحتى تتحرروا ولو فعلوا ذلك الله معينكم اعتمدوا على الله اتقوا الأسباب لا في بأس في ذلك ولكن لا تظنوا أن أعداء الله يساعدوكم من أجل أن تنتصروا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين من أسباب النصر التي وضعها الله المؤمنين ويغفل عنها بعض الناس لا كلهم المؤمنون يفهمون ذلك وبعضهم يجهل ربنا يقول سنلقي في الآية التالية سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي نقذف في قلوب الكفار الخوف أشد الفزع والخوف منكم لماذا يخاف الكفار من المؤمنين الكافر أيها الإخوة هدفه في الحياة شهوات الحياة الدنيا وأهم شهوتين في الدنيا هي المال والجنس فإذا مات ضيعهما ولا يؤمن بأن في الآخرة هناك خير وأفضل فيكون عبدا للمخلوق يتبعه ويدافع عنه لأنه عن طريقه يستطيع أن يبتز أموال الناس ويفسد في الأرض ويعتدي على الأعراض فمن أجل هذا هو عندما تشتد المعركة ويعرف أنه ربما يموت يكون جبانا ويخاف منكم وقد يطلق عليكم أشياء غير صحيحة قد يقول عنكم أرهابيين وهو الإرهابي الذي يجبركم على طاعته وعلى ترك دينكم وترك تحرركم من العمودية له هو الإرهابي ولستم أنتم ولكن سيفعل كل ما بوسعه حتى تخضع له فالكافر وقلبه خائف منكم سنلقي الله الذي ألقى المهابة في قلبه منكم أيها المؤمنون سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هل يوجد دليل على أن تطيع الرئيس فلان ولا الزعيم فلان ولا علام من جمافرة الأرض من الأشخاص الذين تصلطوا على رقبتك بالسلاح هل أنت مجبر على طاعة العسكر أم أنت عبد لله ورسوله فقط ولذلك سبب خوفهم أنهم يدافعون عن الباطل يدافعون يقاتلون في سبيل الطاغوت كما وردت آية أخرى أما أنت فتقاتل في سبيل الله فالمؤمن يقاتل ولا يخاف لأنه إذا مات فإلى الجنة وإذا عاش عاش عزيزا أما هؤلاء الذين كفروا إذا ماتوا زعموا أنهم ضاع منهم كل شيء لأنهم سيكونون إلى جهنة وإسان مصير لا يؤمنون بالآخرة وسيعد الله لهم العذاب الأليم وإذا عاشوا عاشوا خائفين من المؤمنين أن يتفتحوا وينقلبوا عليهم فالطاعة للكفار لا تجوز أبدا ولا يمكن لمؤمن أن يخضع لكافر حتى لو كان أباه قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما طاعة الكفار والمنافقين يا إخواني التي بيّن الله أنكم إذا أطعتموهم تنقلبوا خاسرين أنا سمعت لأحد الأشخاص الذي يزعم أنه شيخ عالم وبعض الجهلة المسلمين الذين لا يفرقون بين العالم والجاهل إلا بمظهره عندما كنت إماما في جامع المغاير وضعت العمام على رأسي فكان يقول ماشي أمام اثنين يقول أحدهما للآخر أنتوا شيخكم لا بفهم شيء لأنه أولو عرائيين أما شيخنا لفتهي قد إذن المقياس باللف وليس المقياس بالعلم ليس المقياس بالتكوى قال الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليس المقياس بالصدق هذا ما يجهده كثيرا من الناس هذا الشيخ سمعته يقول في التسجيل من قال الله أكبر قتلوا اضربوا ليش خيوزة قال الله أكبر خرج من الملة ولا دخل في الملة هذه واحدة الواحدة الأخرى وهي أشد وأنكى كان يقول لهم الحاكم ولو كان كافرا يجب طاعته العلماء قالوا كذلك أي علماء الجهلاء قالوا كذلك إن كان يعلم فهو منافق دجال وإن كان يجهل فهو طال ومضل الله تبارك وتعالى حرمها طاعة غير الله قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ما قالوا أطيعوا لي الأمر وأولي الأمر منكم منكم من المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أن من يطيع الكفار في ما لم يجعل له الله سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين من يطيع الكافر ويستحل طاعته فيما ثبت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة يخالف أمر الله ويطيع حاكمه حتى ولو كان مسلما يخرجنا منه فكيف إذا كان هذا الحاكم كافرا والله يقول سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم يعني الكفار بالطاعة فإنه منهم هذا كلام الله يا إخواني هذا كلام الله فانتبهوا لأنفسكم لا تدرون متى يأتيكم ملك الموت لتنتقلوا إلى الآخرة فانتقلوا وأنتم ثابتون على الإيمان بعدون عن الظلم الذي سماه القرآن ظلم فهو الشرك لقوله على إن الشرك لظلم عظيم والحمد لله رب العالمين أصد الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة